مشاهدين الكرام ناستضيف لان مباشرة النائب عادل النوري عضو لجنة النزاهة البرلمانية في لقاء موسع لنا ومرحبا بك بداية نستاذ عادل حدثنا عن جهود اللجنة في متابعة الاموال العراقية المهربة الى الخارج ومدى استجابة الدول لجهود استعادة هذه الاموال بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا شكرا لتاحة هذه القرصة نحن كليجة النزاهة النياب منذ بدأ عملنا في شهر التاسع 2014 قمنا بوضع خطة ومنهاج داخلي وتوزيع اللجان على ملفات الوزارات والوزراء ومن ضمن هذه الملفات ملف غسيل الاموال والتهريب والبنك المركزي وسوق العملة وغسيل الاموال وقمنا بعقد مجموعة من الجلسات بمشاركة هيئة النزاهة ودائرة استداد الاموال في هيئة النزاهة وقاضي محكمة النزاهة وجهاز غسيل الاموال في محكمة النزاهة وقمنا باستضافة وقمنا باتخاذ اجراء اخر لم تكن متاخذة من قبل وهي فتح ذراع خارجي او الاتصال في الجهات الخارجية من السفارات واللقاء وعقد لقاءات مع السفارات والسفراء واستضافة السفراء في لجة النزاهة كالسفير الاسترالي السويدي البلغاري الفرنسي البريطاني الايطالي وسفراء اخرى كثيرون وانتجت واثمرت وتوجد هذه اللقاءات بعقد مجموعة من التفاهمات ومخاطبة هذه الدول من خلال السفارات والسفراءهم وتم زيارة الى دولة ايطاليا ودخلنا معهم في عمق الموضوع حول كافية مساعدتنا في تشخيص وكشف واسترداد الاموال المهربة والهاربين من العدالة طبعا لدينا الاموال المهربة والهاربين فهناك تقدم جدا مهم واثمرت هذه الجود ايضا في شيء جدا مهم اصدار تشريع من قبل مسل العمول البريطاني تقريبا قبل شهرين باسترداد الاموال المهربة العراقية مع العلم هناك الكثير من هذه الاموال اللي هربت الى بريطانيا لأن المسؤولين الحالين يملكون كثير منهم مع الاسف الشديد جنسيات بريطانية وبناء على هذه المطالبات من الجهات العراقية والهيات النزاه والرقابية تم اظهار ثلاث مذكرات بحق ثلاث مزراء او من بمستواهم في المملكة المتحدة في بريطانيا مثلا شخص بمستوى حسين الازري مدير تي باي السابق تم القبض عليه وهنا الان في طورة المحاكمة وصدرت مذكرتين اعتقال القبض بحق كل من عبدالفلاح السوداني والوزير السابق طبعا الانساكن في بريطانيا وكذلك حازم شعلان وزير الدفاع الأسبق الآن هناك مطالبة باتخاذ إجراءات ضد شخصيات آخرين شخصيات أخرى وفي دولة أوردن مثلا كسب المثال تم القبض على عدة أشخاص تم الإفراج عن مجموعة منهم والآن هناك مجموعة أخرى تحت الإجراءات وتحت المحاكمة طبعا هناك مطالبات احنا طالبنا مجموعة من الدول الأخرى لكن نحن دائما نصدر بمجموعة من التشريعات طبعا لكل دولة قانونها الخاص لديهم تشريعات طبعا قد لا تكون غير مناسبة أكو بعض الدول طبعا تعتاش بصراحة حتى نكون صريحين تعتاش على هذه الأموال طبعا أموال بالمليارات وهرب إلى دولة يعني مثل ما هو يعتبرها الله جاب عليه الرزق نساقه الله إليك يعني فليس بالسهولة أنه يرجع لك خمسة مليار دولار أربع مليار دولار وما تعبان عليه ولا من جهده فهو إما يدعى لي على هذه الأموال باعتباره أموال يعني غسيل الأموال فما يرجع لك إلا إذا في تفاهم مشترك علاقات مشتركة يعني الدخول معهم في تفاهمات لذلك نحن كلجة النزاهة الآن اليوم كان لدينا لقاء مع استضافة لسيد حسن مدير دائرة استداد الأموال في هيئة النزاهة وشكلنا لجنة أخرى طبعا مصغرة لوضع اليد وعلى كثير من النقاط ومن الأمور والخروج بآليات أخرى إضافة إلى الآليات التي اتخذناها في تقريبا الثمنطعش الأشهر السابقة نحن نحتاج إلى آليات أخرى لم تطرق بابها يعني آليات غير عادية نحن عندنا قانون وروح القانون نحن ندخل مع هذه الدول من جانب التفاهمات لأن بصراحة التشريع والقوانين يحتاج إلى مدة سواء من قبلنا ومن قبل الدول الأخرى لكن التفاهمات المشتركة وبما في هذه اللجان المشتركة فيها لجنة النزاهة النيابية قد تساعد على سرعة تشريعات إنجاز القوانين ونحن نحتاج إلى طبعا هذه اللجنة المشتركة يجب أن تكون فيها اللجنة المالية اللجنة القانونية العلاقات الخارجية ومن ثم يعني غرفة عمليات من قبل وزارة الخارجية هيئة النزاهة ديوان الرقابة المالية البنك المركزي القضاء العراقي نخاطب هذه السفارة سفارات الدول نعم وهناك معوق آخر من خلال هذا المنبر الإعلامي الحاضر الذي لديه حضور في بيوت المواطنية داخلا وخارج العراق نحن نحتاج إلى مزيد من المعلومات لأن بصراحة الآن تهريب الأموان صارت سلعة يعني مافيات دولية نعم يعني قلة من المسؤولين لا تعرف لا تتصور أنه مسؤولي يهرب لا يسرق لمليار دولار ويسجل باسنبي ويودع في بنك أزنبي مستحيل يعني يعني هناك فنون يعني يتعاون مع مافيات دولية تهريب مخدرات يعني فنحتاج إلى مجموعة من الأمور الأخرى أولا الجالية العراقية في المهجر نحتاج أن يزودون بمعلومات حتما هم لديهم معلومات ويوجد أكو بعض الشخصيات هرب عندما هرب أو هرب هرب مثلا إلى تركيا نحن عندما نقوم بفاتها تركيا طلع من تركيا وراح إلى دولة أخرى نحن ما نعرف وين راح بس الجالية العراقية عندما نقوم بكشف في الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة نقوم بالكشف عن هذه الأسماء في القنوات الفضائية نعم نحتاج إلى مساعدة حقيقية يعني مخلصة وبحرقة من قبل المواطن العراقي في المهجر والمخترب أنه يزودون بالمعلومات عن هذه الشخصيات وعن عقاراتها أولاء المسؤولين أو المهربين نقطة أخرى قد الشخص المهرب للمال قد يكون مثلا اسمه ما موجود عندنا بس المواطن العراقي مثلا يعرفون أنه فلان الفلاني قبل سنتين ما كان عنده شيء فلان دولة ما كان لكن الآن يمتلك مطاعم يمتلك استثمارات يمكننا بنو نحن ليست لدينا هذه المعلومات لكن المواطن العراقي يجب أن يرصد من المنطلق الوطني والحرص والإخلاص يرصد أملاك وأموال هذه الأشخاص ويزودوننا بالأسماء والأملاك طيب أستاذ من خلال عمليكم في اللجنة هل تعرضتم لضغوطات من قبل شخصيات أو كتل سياسية أو أحزاب وكيف تتعاملون مع مثل هكذا أمور في حال حدوثها أو في حال ورود أسماء معروفة بعمليات تهرب أموال نحن الآن في بوجود ضغوط سياسي حتى علينا كلجة النزاة نعم وهناك تلفونات وهناك عتاب وهناك تزاعل يعني يا ما فقدنا أحبة وأصدقاء وزعلوا علينا وقاطعونا يعني لأن ما غطينا على ملفات وخابرونا وشون تفتع مولف فلان وفلان من أحبابنا من أصدقائنا من مديشنو موالينا نعم هذا ما يصيم ويزعلون يعني حتى حزابنا احنا زعلناهم بس يعني هذا واجب مهنية الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه يعني أنا ما أخفيك صارت عندنا استضافات والله العظيم احنا اتهزينا عندما حاصرنا المسؤول حول المبالغ التي سرقها وانهار أمام لجلة النزاهة يعني بصراح أنا من عندما رجعت إلى يعني لا غدا ولا عشا عفت يعني قلت والله لو تملك كل ثروات الدنيا ما ما يساوي ما يعدلك ذرة يعني هذه الإهانة والمذلة التي رأينا نحن أمام لجلة النزاهة كيف تكون محاسبة رب العالمين وكيف تكون الحساب العسير أمام رب العالمين معكمة رب العالمين يعني الناس الكل يدعي بالدين والإسلام والمسيحية ومحمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام والديان يعني لكن مع الأسف الشديد أين حضور الدين أين الرقابة الإلهية أين الرقابة العقيدة أين الرقابة الفكر أين الرقابة الوطنية أين الرقابة الإنسانية أين النزاهة أين قيم النزاهة أين الانتماء العشائري أنت آب يعني كيف تسمع لنفسك أن يعتاش أطفالك على السحة الحرام على المال الحرام فمع الأسف الشديد غابت هذه القيم يعني قبل أن تكون تخاف مثلا من كاميرا رقيب أو شرطي أو جهاز محاسبة عندنا مئة جهاز رقابي معنوي عشائري قيمي أخلاقي أدبي إنساني إلهي يعني كيف يسمع لكن مع الأسف الشديد الآن ظاهرة الفساد من النحية المعنوية استشرت داخل الدولة مثل ما صار في قوم لوط أخرجوه من قريتكم إن أمناس يتطهرون يستغربون إذا كان أكو مسؤول نازي يعني معقولة يقول معقولة أنت ما أنا سأكشف عن معلومة حول ملف واحد مثلا ملف من الملفات دزول مهربين دوليين يعني عن طريق فلان فلان بس نريد نقعد إياك بصراحة يعني ما استغربت من الأسلوب قبل دخلوا إياك بملايين مليون دولار وبعدين يالله يالله قلت بابا شنو عبالة أقول يعني مليون دولار شنو آخر شي يقول لي أنت هذا ورقة وقلم أنت أكتب أي رقم أي رقم يفيدك أن تكتب يعني فاستغربت يعني وبعدها آخر شي يقول معقولة أستاذ معقولة أنت ما ترتشي معقولة تتعامل ويالمال هاش ترماكو؟ نعم قلت لا بالعكس يعني أكو مسؤولين نازيهين لكن يجوز ما أكو مسؤول يعني هل صرامة يواجه قلت مستحيل لو كل قوة الدنيا وكل قوت الدنيا وكل فلوس الدنيا مستحيل أضغاض عنك عن هذا الملف لازم تذهب إلى القضاء فنحن مع الأسف الشديد نحتاج إلى قيم النزاهة نعم أستاذ عدل هل يشمل عمل لجنة النزاهة متابعة ملفات تهريب الأموال في قليل كردستان خصوصا وأن أربعة أحزاب كردية عقدت متمر في مبنى البرلمان بغياب نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالبوا فيه بمتابعة ملف استرجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج شكرا لهذا السؤال بكوني أنا كنت في جلسة الاستضافة الخاصة المصغرة بقضية الدخول في تفاصيل قضية استداد الأموال أنا لم أحضر في المؤتمر الصحفي لأن لجنة النزاهة نيابية أول شيء هي المختصة في هذا الأمر وليس الكتلة السياسية ولو هذا يشجعنا ودعم لنا أن نتمنى أنه كل الكتلة السياسية واللجان الأخرى تدخل معنا لدعم لجنة النزاهة النيابية واللجنة المالية لاسترداد هذه الأموال لكن أنا لم أحضر ولم أعلم من حضر ومن لم يحضر لكن خاطبوني تكلموا معي قلت أنا أول المؤيدين وأول المناصرين لهذا الموضوع هذا من صلب عملي وقبل سنتي أنا ناديت بهذا الموضوع ودخلت في تفاوض وفي تفاوض مع الدول بصورة شخصية وبناء عليه مثل من العام المتحدة عندما أزار اللجنة وقمت بطرح ما جاءوا من الأسئلة واستطلع على نشاطاتني يعني قام بتلقيبي بلقب بلدوزر النزاهة في العراق يعني نحن في عمق هذا الموضوع ومضينا الحمد لله وقطعنا شوط جيد أما من حضر ومن لم يحضر لا أعرف وليس لعلم لماذا لم يحضر الحزب الديمقراطي الكردستاني عضاء قد يكونون غير مثلا مبلغين أو لا علم لدي يمكن توجيه السؤال لهم لكن قطعا هناك أموال مهربة وبالمليارات أيضا من إقليم كردستان ونحن نتابع هذه الأموال أيضا ليس فقط داخل الحكومة الاتحادية المحافظات الخمسطعش لكن إقليم كردستان لأن هناك مهربين دوليين ومشتركين بين الإقليم إذا كان المهرب الدولي مشترك بين الدول الاتحادية وبين الدول الأخرى فهل يعقل أنه ليس لدى حكومة إقليم كردستان ناس مهربين يعني ليس جهات مثلا رسمية بل ناس متنفذين داخل الحكومة وداخل الأحزاب وتجار حروب يعني موجودين أكيد ونحن سنلاحق هؤلاء ومن خلال عملنا مع الجهات الدولية أنا شخصيا أتابع ملف تهريب الأموال من حكومة إقليم كردستان طيب هل لديكم إحصائية دقيقة عن الأسماء المتورطة بتهريب العملة أو بكمية المبالغ المالية المهربة إلى الخارج إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة سنبرز للإعلام بتقرير مفصل لآن أنا ذكر طبعا بعض الأسماء في بريطانيا وفي بعض الدول أيضا وبعض المبالغ وبعض الأحكام يعني على سبيل المثال لكن كحصر هناك طبعا معلومات أخرى خلال لقاءاتنا المقبلة تقريبا في غضون أسبوع إلى عشرة أيام نعم سنلخص تقرير جدا مهم فيها حزم المبالغ تقريبا فيها الأسماء فيها الدول فيها الجهات الرقابية أو الجهات القضائية أو الجهات الخلال الشفافية الدول المحافظة الدولية التي نحن قمنا ونقوم لاحقا بمفاتحتها نعم وطبعا نحن قمنا في الأيام الماضية بتوجيه كتب إلى كل السفارات الأجنبية في العراق وسفارتنا نحن في دول أخرى والجهات الرقابية داخل العراق وخارج العراق لتزويدنا بكافة المعلومات الموجودة لديهم والممكنة التي يستطيعون الحصول عليها ومن خلال الأعلام مكرر دعوة إلى كل المواطنين العراقين في المغتر وفي المهجر أن يكونوا أذرع للجنة النزاهة النيابية ويزودوننا بمعلومات حول الأموال نعم عضو لجنة النزاهة الأستاذ عادل النوري شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر